اذا هذا راح نبدأ نتطلع على ما فيش ايش ايديا. احنا الحمد ده افترضنا انه الاشياء وعبرنا عن حكينا عنه اي طيب راح يصير فيه عنا هدفنا الان نحسب الحسابات هاي منهم جودة. المهندس اللي بيصمم احد الاشياء لازم يحسبها لازم يحسب اللي بتصير في لازم يحسب اللي بتصير فيه مثلا عن عندي مكان معين بنزل العربي اللي نسميها ايش اللي بغير تبع سموه نقاصة او اذا عندي مثلا اي شي عنا موجود لازم يكون عبرين حسابات حتى يما الحسابات لازم يعرف الدائمتر او هو لازم يختار الدائمتر تبع بحيث انه يتحكم بالسرعة بحيث انه يحاول يخد قدر الامكان لمنرفلونه. هلا ازا على اي انجوب راح نلاقي انه الفلو فيه ما بيكون بيلفو. هاي نقطة مهمة جدا ليش? لانه انا بسطح الانجوب الخارجي في عندي تلاقي ما بين الفلويد وسطح الانجوب الداخلي. هاي النقطة في عندي الفلويد عم بالي بحاول يعمل فلو وفي وبس هذا الفلويد حسب طبعا الفيسكوستي والاشياء تانية راح يحاول يلزق بالسطح هادي. فما رح يقدر يعمل الفلو بسهولة من هون. راح يكون في مقامة للفلو. في حين الفلويد اللي موجود بالنص لانه الفلويد هون عم رابع بيعمل الفلو على الفلويد. او بسحل. ازا بدك تستعمل في العام اللي انا عم بستعمله بسحل الفلويد بسحل على الفلويد اللي جنبه. والفلويد بسحل على الفلويد اللي جنبه. كان لهم هدول على فكرة انابيب داخل بعض. كان هم مجموعة انابيب داخل بعض. مش هيك? كان هم ليرز. فكانه هون عندي فيه لاير. وفي لاير اسرع منه شوي. وفي لاير اسرع منه شوي. مواضح ليش? لانه هذا الانبوب او مش انبوب كأنه كأنه هون السوارة ممتودة هون. هذا مش قادر يمشي بسرعة ليش? مش لانه هذا بيقاومه. لانه الانبوب بيقاومه. اللي جنبه حس انه هو عماله بيمشي على سرعة معينة مش سرعة بس هو المقاومة هذا بتسير من هذا اللي هون بس بس بيظرين مش على سرعة اعلى. واللي جوّ لجوّ كمان بيظرين مش على سرعة اعلى. واللي جوّه بيظرين مش على سرعة اعلى. اسرع واحد بيظر يشيء بالنصف. بس كلهم ماشئين كأنهم? انابي اه? في افرشي لانبوبات. رغم انه هذا باش على سرعة. هاي نقطة من هذول مش سرعته نفسه في برشير بروفيل. فهذا باسمني pressure profile, velocity profile تاسم. وهذا velocity profile. وكأني عمالي بقول هاي position X. وهي speed V. فاهمين؟ نرسوم هذا معكوس. يعني كأني بقول عمالي إذا بتطلع على نقطة معين عند هاي النقطة هاي السرعة ارتفاعها. أو حتى خلينا نرسومه هون بالمكان الصحيح. نرسومه هون. هاي X اللي هو position. وعند كل position هاي في speed مختلفة. فspeed عند النقطة هاي وعند النقطة هاي zero. والspeed عند النقطة هاي والنقطة هاي اللي هي أبعد من المنبوب وأقرب للمركز أعلى لحد ما وصلنا هون. طيب كيف أنا بدي أعبر عن سرعة واحدة للفلود هون؟ بدي أخذ الأبرج بأخذ الأبرج. طبعاً بدي أخذ الأبرج. الأبرج أه؟ لأنه كمية هاذا يكون يكون تبعاً هذول اللي أعمالهم بيمشوا بهذا السرعة. كميةهم كفوليوم أكتر من هذول أكتر من هذول. نوع من الأبرج. نوع من الأبرج. ففي أبرج معين أعمالي بقول مظبوط الفلود هون أعماله بمشي بشكل أبضل. والفلود هون أعماله بيمشي بشكل أسرع. بس فيه سرعة معينة لهذا الفلود. الأبرج سبيد أو مضلوباً. الاريا هاي راح تعطيني الفلو. هذا الفلو بالحال هاي راح يكون هذا الامنار الفلو. هون بلعندي ديقوه زي هذا من هون. كأني أعمالي بقول إنه كل واحد أعماله. واحد منهم بسحل على السطح. واللي أبعد شوي قدر يمشي. سرعة. سرعة أسرع. واللي أبعد شوي قدر يمشي سرعة. أبعد واحد على السطح مشي أعلى سرعة. سحل على الفلو اللي جنبه. طبعاً هذا اللي يسحل بالنسبة ليكودي. عايش باعتمد. حسب طبعاً اللي محدود. بس هذا تعريف الفيسكوسيتي إذا متذكرين. كانت الفيسكوسيتي كانت تي اللي هي الشير سترس يعني كاني بقول عملادي معينة على 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 دي. فكل ما بعملتها من هون. نفس الفلوت. بس كل ما أنا رحت على نقطة أبعد من هون. مين اللي عملوا بمنعهم لهم؟ الأنبوب. فكل ما أنا بعدت عن الأنبوب أكتر. شو صار بإن كاني أعمل؟ سرعاً. وهذا أخذناه بعين الاعتبار لما قيزنا الفلوستي. لما عرفنا الفلوستي أخذناها بي على دي. أوكي؟ أنا باطلاً أمشي سرعة أعلى. إذا كنت بعيدة عن هذا الفيسكوسيتي مهمة هون. الفيسكوسيتي هي رح يتخلي رح تكون أصعب. رح يكون أصعب. فهذا الفيسكوسيتي بروفيل أنا توقعي. رح يكون أقل تغيراً لما يكون الفيسكوسيتي أعلى. لأنه إلو هاي بسكوسيتي. لما يكون إلو لو بسكوسيتي. بصير أسهل إنه يمشي. هلا حسب حسب دايمتر معين من هون. وحسب بسكوسيتي معينة. وحسب سرعة معينة. يعني بعتمد الآن على السرعة. على الفيسكوسيتي. وعلى دايمتر تبعت هذا ذنقوب. رح يصير عندي أسهل إنه يكون الفلو لامنة من هون. فالفلو هذا لامنة من هون. هذول كلهم ماشيين بخط مستقيم. مفقود ماشيين بسرعات مختلفة. بس كلهم ماشيين بخط مستقيم. وهذول عبارة عن زي دوائر زي بدك تسميه. لأنه دائرة هون كلها هي نفس السرعة. يعني لو طلعت من هون. لو طلعت من الجلد. لو جيت عملت كروس سكشن هون. فاهمي إيشاني كروس سكشن هين. وطلعت هون على هذا المنبوب. وهي السنتر ما انتظر. وجيت طلعت عليه من هون. رح لايه أنه على سرعة وين وجوده. وهي في ماس. هون. والسرعة هادي هون رح تكون. كل المناطق هاي رح تكون سرعتها. زيرو. كل المناطق هاي رح تكون سرعتها مثلا. لحد ما اوصل. هادي رح تكون أعلى سرعة. فشكله هدا كأنه زي. زي قوبة ها. هاي كان هون كان زي قوبة ها. في إشي ماشي بسرعة وفي إشي ماشي بسرعة عقل. هاد هون. لكن المشكلة هون بتصير. إذا بدأ ينزل الديمتر هادة من هون. أو بدأ تتزيد السرعة. أو بدأ تقل الفيسكوسيتي من هون. رح أدى لها إنه هدول البارتكولز بطل يمشبوكك مستقيم. صاروا يستضموا في بعض. هلا بيسأل السؤال هل في لوسز هون. بشكل قديد يمكن. ايه استمر ها. البايبس. ها. اني عمالي بس حل على البايب وفي عندي فريكشن. وكمان الفيسكوسيتي. لأنه اللي يفد عماله يمشي على اللي يفد. هون في عندي لوسز بس عندي لوسز لسه أكتر. ليش؟ لأنه عندي سرعة هدول يرتطموا ببعض. صاروا يرتطموا ببعض بطل يمشي. فاللوسز هون أعلى من اللوسز هون. بس في هون بلوسز وفي هون بلوسز. هون صار إنا هذا. صار هذا تربلان. هاي.